أصد الله مساكم بكل خير مشاهدين الأفضل آلا ومرحبا بكم معنا ضمن عدد جديد من برنامج جحكي بلون عدد طبعا سنتوقفه من خلاله للحديث عن كاسي رابطة أبطال إفريقيا شباب الوزداد في مواجهة التراجي التونسي من أجل تأكيد نتيجة القاهرة المصرية ضد الزملك المصري الذي تعادل أمس خارج الديار أو اليوم أقول خارج الديار ضد المريخ السوداني 0 مقابل 0 في مباراة ستكون مفتوحة لكل احتمالات وبحضور جماهيري كبير اتحاد العاصمة في ليبيا من أجل عودة بالنقاط الثلاثة ونسيان خيبة الإقصاء من الكأس أمان فريق اتحاد مغنية كما سنعرج الحديث ما تعلق بإقصاء الفرق العريقة والفرق الكبيرة من منافسة كأس الجمهورية عن مولودية الجزائر عن اتحاد العاصمة عن شباب قاسنطينة عن هذه الأندية أتحدث ولكن ولا أحد تحدث عن وفاق سطيف وعن السياسي وعن اتحاد العاصمة بل الكل منشغل إلا بمولودية الجزائر وبإقصاء مولودية الجزائر المولودية التي إقصاء أقصية داتا يوم ضد الونزا فريق مغمور أقصية أمام حيدرة وأقصية أمام فرق أخرى المولودية أيضا التي ليست في كل شنة تفوز طبعا بكأس الجمهورية سنتوقف عند ما تعلق بهذه النقطة هل هو التقارض في المستوى أم هو عامل المفاجئة في الجزء الثالث سيكون عدد موضوع مخصص للمديرية الفنية الوطنية والندوى الصحافية التي نشطها سيد مصطفى بسكري ومن خلالها تحدث عن الخطوط العريضة لتطوير منظومة كرة القدم الجزائرية إضافة إلى موضوع أخرى متفرقة متنوعة لها سلة وعلاقة بكرة القدم بقضية تجنيس اللاعبين وما حدث طبعا بين صفة الخميس وأيضا أكارديمية الفاف وندي أطليتيك باردو كل هذه الموضوع سننقش هنا طبعا مع السيد عبد الكريم بن عودة خبير لدى الفيفا السعيد طبعا أن يكون متواجد معي طبعا وخبير فني لدى الفيفا السيد عبد الكريم بن عودة أهلا بك شكرا تلبية الدعوة شكرا سيمادي جدا سعيد بتواجدي معكم ومع الإخوة إن شاء الله نطرقوا لكل المواضيع التي تفضلت بها وهو كذلك عطمان أميرات المدرب والتقني الرياضي واللعب السابق سايد أيضا يكون متواجد معي في هذا العدد عطمان أهلا بك الخير كامل ومسا الخير لكل المتابعين نحكي بانون وساعد بوجودي مع الكمالاء شكرا لك عطمان أميرات مولير بن القاسي الإعلامي والناقض الرياضي الملم بشؤون الكرة وخصصا الملم بمعده طبعا في فريق مولودية الجزائر لا نركزنا على مولودية الجزائر حتى نضع المشاهد وجمهور المولودية في الصورة لأنه قطر الحديث في الآونة الآخرة واليوم عطحة الإقصاء أو الهزيمة في كرة القدم الجزائرية بمثابة الكارثة يعني تقصى من كاس الجمهورية أو تنهزم في ملعب التاعك تقوم القيامة ولا بد من استقالة المدرب وإقالة المدرب وإقالة رئيس النادي وحاوز جاء اللعبين وكل هذه الأمور لأسف أتحت إلا في هذه المنظومة الكراوية مولير بن القاسي أعلم بك مساء الخير كمال تحية رياضية لمشاهدين الكرام شكرا لك مولير بن القاسي المقابلة هي المجموعة هذه معروفة وأنا أصعب مجموعة تقريبا لأنه مجموعة دربيات نسوأ اليوم دربي كيف كيف واتلعبنا في مسجد دربي عربي لأنه معروفة والدربيات ديما ما يصعب فيها التكاهن ويصعب فيها معنا تعطي نتيجة مسابقة لأنه تلعب على جزئة صغيرة تلعب على يوم المباراة فريقي كيفش كان استراتيجيا متع المباراة نحن نأخذ ماتس بماتس بالمقابلة والمباراة 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 المباراة فت وفقنا في عربي الحمد لله كنا 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 محنحا كنا سوليد كنا محنحا كنا نربحه معنا تمعنا كل الروح الكبيرة اللعبنا بها إن شاء الله زيدا المقابلة هذية نكون في الموعد ومقي بأت المقابلة ولم ينزوز في رق كبار فريق التونسي وفريق معناها برميلي فافوري في التقاليط وعنده تقاليد كيف شباب بلوزداد قاعد يتموقع أفريقيا لأنه قاعد سنتين وربعاتهم ربع نهائي بالإنستات والسليب الحديثة متاع قرارة المباريات كل شيء أصبح مكتوف مش نفس الشيء بالنسبة فريق بلوزداد بالنسبة لي الترجل رياضي كتاب مفتوح يعني فما ديفيسال صغار اللي تلعب عليهم فما جسئيات صغيرة خاصة إذا لما المستوى يكون متقارب بين فريقين لاثنين مستوى صغيرة تلعب عليهم معناها امبلاسمان تاكتيك معناها انسان دون بسيكولوجيك تاخذ ومعناها كرة ثابت تاكيفون اتخاذ انبورتان واخد في ماتش بين الترجل رياضي تونسي وبلوزداد لما كش تلقى فرص كبيرة غدو سعيب أنك تلقى فرص كبيرة سنح على التسجيل طبعا وفي اعتها اللحظات شميبة القبائل تواجه الوداد البيضاوي المغربي واللقاء طبعا في شوطه الثاني طبعا سنة وثلاثة المباراة كل توفيق لشبيبة القبائل الممثل الجزائر في رابطة ابطال افريقيا تأليقك تعقبك السيد عبد الكريم بن اودا للتصريحات كلا المدربين والله اذا نرجع للنتائج الاولية الفريق شباب بالوزداد ما دارش المفاجأة في تغلبه في الزمالك بهدف مقابل صفر وكذلك فريق الترجل اللي فاز على المريخ هدف مقابل صفر في الدقيقة الـ 94 لسجلها لابتوغاي يعني فرق معروفة عندها على الابتوغة جويلة تشمبيونس ليك كما تفضلوا المدربين تكلموا على يكون لعب منغلق في بعض الاحيان ولكن اظن فريق شباب بالوزداد عنده كل الوسائل مقويمات ولاعبين يعني محضرين لهذا المقابلة اظن تكون منفتحة لان لازم فريق شباب بالوزداد يأكد النتيجة اللي تحصل لها في الزمالك وبالتالي تكلم مدرب تونسي على الاسيبيا يعني توسكي كوفران توسكي لكورنان الآن أصبحت آدات كبيرة وفريق بالوزداد ممكن أن يتحصل على هذه النتيجة وتسمح له أن يشوف أكثر في المستقبل إن شاء الله أتمنى عميرات هل أحسن الشباب بالوزداد هو الذي يبضر الهجوم منذ البداية أم يبقى المغلق يبقى الحوار التكتيكي ما بين الكوكي ومعلول ويبقى الحذر شديد من كلا الناديين وربما ننتظر كما قاسيل بن عودة الكورة التابتة الجزئية الصغيرة التي بإمكانها أن تغير مجرية الإقامة والله يكام بال أمتار عكس ذاتك أنا صراحة نتبع كما قول كونفيرنس دي بريس أنا نشد مع الأخروج هتحدث المدرب التونسي وين قال لك باللي تعتراجي وين قال لك تلعب على جزئيات تلعب على الكوفران صاحس يفريل الفوتبول موندردوكا يلعبوا فيما بتدريبات لفاصل كيف تنفذ المخالفات ولكن أنا نقول باللي أولا لقاء ديربي نعرفه اللقاء ديربي تلعب على جزئيات نقول باللي شباب الوزداد دخل في هذه المنافسات دخل بقوة دار تلت نيقات من فارغ كبير من زمالك كان قادر يسجل تنين أو تلت أهداف ولكن عكس الفارق تاراتجي وين شفنا في ميدان تاعو فاز بصعوبة في الدقائق الأخيرة هنأت فيق الفارق تاراتجي تاراتجي ما راش في أحسن أحواله كان في أحسن أحواله عنده سيرت سيفريكو يعرف له كومبيتيسون هدي أشاك فالكلاب لبلو فافوري سي تاراتجي ولكن نقول شباب الوزداد عنده كلمة تاعو وكان حاجة النقطة الإيجابية فيها في شباب الوزداد شفنا تس لعيبين اللي لعبوا في المنتخب كانت أثر إيجابي لشباب الوزداد اللي شفناها الخبرة اللي اكتسبوها في لكوب ضافريك هدي الشان شفناها في الميدان وشفناها في الفارق بالوزداد اللي يعدي له اللي مساة تاعو مونير بن قاسي يقول لك الفارق ليس في أحسن أحواله الزمالك ما رش في أحسن أحواله طراجي رياضي التونسي ما رش في أحسن أحواله نوادي أخرى ما يشفي أحسن أحوالها لكن هذا الفارق عندها الإكسپيريونس عندها خلني يقول لك اللي ترادسون كيفاش يصيروا مثل هكذا مباراة يقدر في البداية وتحتكون صعبة وقد ربما تجي التراجي أو الزمالك المسلي في النهاية وقد يتوج بعد الكاس وشنو هي المقويمات تاع لدخلي نادي شاب الوجداد باش يفوز بمباراة لا شوك كمار هذا الأمر وش قلت صحيح لكن شباب الوجداد تاع هذا الموسم غير شباب الوجداد على الموسم السابقة شباب الوجداد روم دعم بتسع لعبين دوليين إضافة إلى حداد إضافة إلى بوشار إضافة إلى وامبا وإيوالا إضافة إلى إمن بوغرة كذلك إضافة إلى شيخي كلهم لعبين دوليين لعبين دوليين هدوما تعودوا على المستوى العالي تعودوا على تصير لقاءات كبيرة لقاءات المتيرة لقاءات الإفريقية الخبرة اللي كانت تنقص ربما لعبين على شباب الوزداد في المواسم السابقة اكتسبوها هذه اللعبين المجموعة اللي موجودة الآن أظن أنها قادرة ترفع أي تحدي وقدرة كما يقول كسير المومو وجامي باش فارق شباب الوزداد يخمم ما بعد الربع النهائي خلاص بركاته دي كل خطران نلعبوا مليح ربع نهائي نتحصروا الأنصار ربع نهائي شباب الوزداد عنده هذا الموسم هذا تعداد تاري وعنده خبرة كبيرة لعبين دوليين كلهم لعبوا تقريبا كل تعداد دوليين الشي اللي كان ينقص في المواسم السابقة وهو خبرة تسير لقاءات واللعب شفنا مع زمالك فارق لعب شخصية كامال خلاص هدك نروح باش نجيب تعادل وأنا شباب الوزداد وهذا فارق كبير لعبين تعب الوزداد رامي اللعبوا بطيقة كبيرة وبدون عقدة سيد أبغرين بن أودانتا خبير أيضا بالقورة الإفريقية والأكيد عندك معلومات على مستوى كل النوادي التي تشارك في كاس ربيطة أبطال إفريقية هل هذه المنافسة فيه تراجل هذه العريقة الكبيرة هل هذه المنافسة المستوى الفني التحوى التقني إنقص أم ترى عكس ذلك ترى اليوم في كين فرق أخرى بإمكانها أن تسيطر في القرى الصمرة لا هي إذا نرجع تاريخ للشمبيونس ليج يعني دائما نشوفه الأهل المصري الزمالك لإسپيرانس لويداد ماليك CRB GSK يعني إذا نرجع تاريخ دائما الفرق العريقة اللي عندها دي تراديشي في التشمبيونس ليج نشوفها يعني في الدرنى كاري جنرالما c'est الدرنى كاري وكما تفضلوا الإخوة الآن عنا في البول سيطروا مجموعة دونك عندك القدرة تلعب باللالي واللورتور دونك عندك لديك ولكن نرجع دائما التعداد لأن المشكلة ينطرح بين الشمبيونة يعني الشمبيونة واللوكس يسمح لها بشي فوت لدوزيام تور أبارتير دولا فريق كما تفضل الأخ في المي يعني فيما يخص CRB اللي عندها تعداد كبير من اللاعبين وشان سمحت لهم بشي يكون إن إن صدير إن إيكيب أوموجين إن أوموجين الكوكي كذلك عنده تجربة في هال ويعرف الكورة التونسية لأنه مدرب تونسي ممكن في بلان جو استراتيجي تعلوماش نشوفو فريق بلوزداد يهاجم لأنه لازم إيلم بوصن جو دي 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 وان انا ضد هذه الفكرة أن كين تراجو ما تراجو الفرق العريقة دائما فرق عريقة عريقة وفرق كبيرة أتبع الأميرات مستوى اللاعبين في الشان هل نقول كان المستوى مهم ناجح مستوى فاشل هل نقول اليوم حتي كاك لائب شاب مزداد الأغلبية كان منهم أساسين سبع لعبين في النهاية الأخير والأغلبية شركت طبعا في تشكيل الأساسية رح يساعد شاب مزداد في هذه المناقصة نصير كمان نعرفه باللي كيتلعب لك كمبيتيسيون هو نيفو في مستوى العالي تعطيك خبرة اللاعبين يكتسبوا خبرة يعرفوا يصيروا المقابلات نعرفه باللي كان أول حاجة مليحة اللي تندارت هي لعبوا لعبوا في الجزائر هنا كانت لصد قاع أرشيكم يولفوا هذه كلابريسيون أنا نقول شاب مزداد استفادت كثير هادي اللاعبين أو تسع لعبين نقوله تشكيل الأساسية هي سبع لعبين وين شفناهم شاركوا قاع اللي قاعدت عشان يكتسبوا خبرة وشفناهم بينوهم في التيران لأن لعبوا ضد زمالك شفنا الفارق سير المقابلة تفق باللي سير دي جوار عندهم إكسبينيونس يعرفوا كيفش يأكسيليرو يعرفوا الموموفاب يعرفوا كيفش يجيروه الموموفور سجلوا كانوا قاعدين يزيدوا سجلوا أنا نقول باللي اللاعبين أن يشاركوا عشان أعطى دفع ديجا أولا معناوي الفات كي تدي لعبوا كور تقدم وشن هي لعبوا حبيت تزيد نضحوا واحد النقطة كامل تحدثوا قال لك الأخ الفارق الكبار هادو باش ولو كيبار عندهم ديزوبجيكتيف لعبوا المنافس هادو باش ولو عندهم عندهم الإكسبريونس هما الشاباب لوزاسيا لطلوز يماني يلعبوا هذي لكمبيتيسيون كما قول الإيفيكتيف طريريش عندهم لدوبلور الفرق بين لكمبيتيسيون والشامبيون مختلفة لازم تكون عندك الإيفيكتيف طريريش تقدر تلعب بيه في البطولة وتقدر تلعب كأس إيفريقية اللي كله بلين تحوق عندهم لكي يكون إعتادة كما قول الإيفيكتيف ريش جيد أنا أقول لك أجل الضفحات كمال هاد المنافسة هذي باش ترح فيها بعيد وباش ربما تحقق الإيزوبجيكتيف تاعك لازم تكون عندك شخصية طريق شباب الوزاد هذي العام عنده شخصية والدليل على ذلك غلبين قولوا 90% كلهم لعبين دوليين وشق الشيخ وشق العتمن كذلك طريقة تسير هذي اللقاءات هذية بلقاءه بإضافة إلى لقاءة البطولة لقاءة الكاس هنا دك شباب الوزاد ربما النقاط الإيجابية التي يكتسبها من الإقصاءات السابقة والأخطاء التي طح فيها في المواسم السابقة ربما كان مدرب مدرب رو والف لعب المنافسة مع وفاق ستيف صبر وذكره مع الشباب الوزاد كل مقاومات موجودة لكي يذهب بعيد لكي تفوز على الجمال في ملعب القاهرة قليل الفرق التي تفزت على الجمال في ملعب القاهرة هل تفوز يطي شوحنا أخرى تعتقد أن انتقال لعبين سياد كيب بنعود ضد موجات سياد لعب المنافسة لعب المنافسة لعب المنافسة والثقة لا يسهل في هذه المنافسة الإفريقية وفريق الزماريك فريق عاريق لعبين ممتازين لعبين متراز كبير يبقى الآن التأكيد والتأكيد هو الثقة موجودة لأن الآن سيار بي راح البرمير في الشامبيونات إذا كنفرمي الستاتيوت دو شامبيون في ثلاث سنين هذي شفناه دائما راح في المقدمة يبقى سيون جيسيون الجيسيون تاع الشامبيونات كوب دالجيري تشامبيونس ليج ويكون عندك التعداد كما تقع الفرقة الكبيرة يكون عندك تعداد حوالي 16 مع 16 لعبين يعني توصل إلى المبتغ حبيتنا زيد نقطة حاجة الإيجابية في شباب الوزداد وعندهم استقرار في الفيكتيف شاك نقولوا بلاك ترواز يلعبوا بهذه بات التشكيلة شاك فيانا فرصي بدور ترواز جوار هذا ونفق بلني عندهم بروجي بروجي كي يكون بروجي تجور تجور يكون نتيجة طبعا إلى منافسة الكاف ولقاء اتحاد العاصمة ضد الأخطر الليبي الاتحاد الذي طار اليوم إلى بنغازي الليبي أيضا في مباراة هي مباراة للتأكيد ونسيان قيبة الإقصاء المر أقول ضد اتحاد مغنية الذي فجأ بمستواه وبلاعبه 18 سنة سجل هدفين طبعا في آتي المباراة هذه الكأس تكتشف لك فرق تكتشف لك أيضا لأبي يمتعنهم أن يلعبوا طبعا في القسم الأول حول اتحاد العاصمة كيف طاروا حضود اتحاد العاصمة الكأس جمهوري خلينا في ديزين فارتي نتكلموا على لقاء الكأس الكاف نتمنى كامال نشوفوا يكتشفوا يتعلمون بوري يتعلمون شفناهم بلي فرس من معنوية يقدرون ينسير علاش لا لا كبضل جيري كما قولوا هذه كرة القدم فيها ربح والخاص اليوم تربح تطعف كيفاش أنا أقول عندهم منطا تكنيك لعندو أسيد إكسبريونس ليقدر يعود رومانتي للمورال أنا جبونسكو اتحاد العاصمة عباك يشوفوا اتحاد العاصمة كامال في البطولة وفي الكؤوس الإفريقية تقول هادي سيبافري هادي كيبلي لعبت نحن شفناه في المستوى اللي يظهر به ضد لوبوبو هاكا كامال دام في المستوى مستوى عالي سجلت الآدف ضيع خمس فورص آداء ونتيجة شفناه في لقوب دالجيري هذيك حاجات أخرى نتحدثوا عليهم بعد إن شاء الله طبعا نستمع لعبد الحق بن شيخ الذي صرح قبل مغادرة وفد اتحاد العاصمة أرض الوطن حول أتي المباراة الثانية ضد الأخضر الليبي بالنسبة لنا هي مباراة تختلف على كل مباراة على كل يعني البطولات على يعني مباراة خصوصياتها عندها خصوصياتها أولا الخصوصية الأولى هي نلعبوه في إفريقيا الكاف والخصوصية الثانية هو دربي محلي يعني دربي هنا تعل ريجيون لذا تكون مباراة لا تكون سهلة عمرها جامي كانت مباراة بين ليبيا وبين الجزائر كشو سوا في المنتخب أو الفرق تكون سهلة بالله خاصة عندك يعني فكرة عامة عنها أكيد خدمت خدمت في كامل شمال إفريقيا عندي فكرة لعنا لعبين حضرنا روحنا للمواجهة ولو أنا تذبذب يعني بين رنا لعبين تلت مباراة في سبع أيام يعني لعبنا لويت لدوز وهي جيار مباراة ربعة في عشر أيام لكن مع الإرادة موجودة والعزمة موجودة وإن شاء الله ربي سهل لنا باش ندير نتجة إيجابية تلق بالصمع تعم نادي لأن الإعلام ما شيخ المطف الصورة والنجومية وتظهر في البلاطو بل هو العمل الميداني فبرافو لفؤاد بنطالب نعود لاتحاد العصمة ولتصريحات عبد الحق بنشيخ الله إذا نرجع للمقابلتين مقابلة الفوز التالي بتلتأدى في مقابلة الصفر والإقصار من كأس الجزائر كانت تغيير في التشكيلة حوالي 80% و90% في التشكيلة وهذه الكأس الكأس أنه نتفاجأ في بعض الأحيان من بعض الإعلاميين أو بعض الرياضيين أو بعض الإخوة يتكلموا على لأن الفريق محترف عنده تعداد كبير حوالي 12 أو 17 لعبين من مستوى العالي يمكننا لدي مقابلة في المنزل يبقى تصير في المدة مدة البطولة عندك أشل جزائر عندك لتشامبيون سليك وعندك الكوب دلجيري ويكون عندك التعداد وهذا التحضير الذي يكون دائما في المواسم الانتداب الانتداب هو مهم جدا وبالتالي الإخصاء فريق الاتحاد كيف تأثير أظن تأثير أظن بأن اللعبين محترفين والفريق سيتان جرون كلوب يعني أظن بأن هذه الخصار الخصار هذه لا تأثير معناوية دائما نتكلم عن المعناوية أكيد الأهداف ستكون مركزة خلال هذه المنافسة بعدها تبقوا الحن البطولة وأيضا كأس الجزائر منذر شوف كمال كل لقاء عنده خصوصيتها كل لقاء عندها خصوصيتها الاتحاد العاصمة كان في المستوى العالي جدا في كأس الكاف كل تيام من بعد ساب روحوا يلعب مع اتحاد مغنية كأس الجزائر وندي بلاس مون بدل التعداد ربما اللعبين دخلوا مشوى الغرو دخلوا مستصغار الخصم قال لك مستحيل ليس ما رح تخسل مع اتحاد مغنية اللعبين دخلوا ربحين لقاء هدايا ميتين بالمئة حتى كانوا الاقصاء لكن خلينا من الكأس خلينا نبقى في كأس الكأس تكلم على مباراة لو بوفو الفوز بيتولاتية هل معنوي نحي يخلي اتحاد العاصمة يذهب بمعنية مرتفعة فدأن هذا المباراة ضد الو بوفو الكونغولي شهدنا اداء في المستوى ونشوف اداء في المستوى ونحن نشد على اللقاء تعبك اللقاء ميتشابوش كامل وكان نقطة نشدها بك انت عشتها هاتمان عطني شهر عشتها تقدر خصص مرش البطولة ولما رفت كأس افريقا لأت مباراة اخرى مستوى اخر معنويات اخرى بانسير تلعب بمعنويات وحد اخرى نعرف باللي كي تخرج تيجى اولا تخرج خارج الجزائر رح تشرف الجزائر الناس قاعد ستنافك ماشي غير فارق اتحاد العاصمة حبيت نروح واحد النقطة تحدث عليها بن شيخا ونقال لك بللي شاك دي زيام جور نلعبو كات ماتش ونقول بللي هي كما نقول سيونتي فكما يصوصون دوز تخلي تريكي بيري كلش عنال يستعمل بعض اللاعبين بعض اللاعبين هذو اسكو كانوا كومبيتيتيف هذا السؤال مطروح نعرفو بللي اللعب الجزائري عندما يكون في الاحتياط ما يعطيش الاهمية كمال هذا كل الاشكال الكبير احنا ستطر زيام بورطو هذو اسكو انت عارف شيخ اسكو انت جيرت هدايا لجبالك ما كانش لعبو دي تيوتر اسكو ديت لهم دي ما تشاميكو نعرفو بللي نقص المنافسة راح تأتر كتير على المردود اللاعب هنما كيش لترم بلاسي للا كمبيتشي فضل شيخ ساميرات يشوف إذا نتكلمو على المرحلة حساسة سي رانا لأبرى ترى صح لأبرى ترى يعني لجوور سوالة يعني كریکوپراشن سوالة 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 يعني يعني طوالة سوالة يل 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 كثيرة وكان نتكلمو على نهاية السنة نقولو بالك كين الإصابات كين الفاتيك ولكن إذا نتكلمو على لديناميك de victoire يعني بما أن اللاعبين خرجوا بفوز مهم جدا وثلاثة سفر أس ك كوب دالجيري أن objectif وي بو لليو اسما parce que لليو اسما سي تريد 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 يل 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 يرجع نفسه يعني كنت شوفوا التاريخ تعل المغني ستونيك في الديانة سمعت السريح تعل رئيس الفريق عرب فيما ربع سنين لا تدو إعاناة مالية بمعنى لعبين هاوين يبقى نتمنو أن فريق يرجع في يعني في سود البلان أفريك لأن هو مهم جدا ويبني عليه إن شاء الله نعطي لك معلومة في 1990 أرضينا كوب درجيري مع اتحاد شامبيونة 98 98 98 98 98 نحن معهم مع المغنية كوب درجيري في مغنية صراحة لعبنا نحن بلي توتولر ربحنا المش تروها ديفي سينيكيب سينيكيب كورياس سينيكيب إتحاد العاصمة بل ما شافش الفرق تقعوه في الملعب أنا نعرف بليكي تلعب جيت لعب كونتر درجيري جيت ونعرف إتحاد العاصمة تحب الفرق درجيري ما تعلق بياتي النقطة في الجزء الثاني سندخل الحديث عن منافسة الكاس الجمهورية اقصى الفرق العريقة هل هو عامل المفاجأة لوارد فاتي المنافسة وحلوة الكاس طبعا هي المفاجأة ام هو لتقارب مستوى اللاعبين من اقسام السفلة الى الاقسام اللاعب قمنا نتذهب بعدنا اشتركوا في القناة